تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلات فينبغي لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون حالنا في رمضان أن تكون خيرا من حالنا قبل رمضان وأن يتضاعف منا الجود ويتضاعف منا الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الطاعة في هذا الموسم الكريم المبارك ولا يمكن للإنسان أن يفيد من وقته في رمضان إلا إذا أحسن إدارة الوقت في رمضان فينبغي للمسلم مع دخول هذا الشهر المبارك أن يعنى بالتخطيط لوقته وحسن الإفادة من وقته في هذا الشهر الكريم فمثلا إذا أراد أن يختم القرآن لنفترض أنه أراد أن يختم القرآن ثلاثة ختمات ومعنى ذلك أنه لا بد أن يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء حتى يحقق هذا الهدف وهكذا ينبغي أن يكون للمسلم أهداف يسعى لتحقيقها في هذا الشهر المبارك فإن عمر الإنسان قصير والإنسان لا يدري ربما يكون هذا هو آخر رمضان يشهده مع المسلمين ينبغي أن نبادر ما تبقى من أعمارنا وأن نغتنم هذه المواسم الفاضلة فيما ينفعنا ويقربنا إلى الله عز وجل اشتركوا في القناة